اشتركوا في القناة 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 وهكذا فهي صمامات التوجيه ايضا هي صمامات جدا ضرورية عادة يطلقون عليها بالكنترول وعدنا ايضا صمامات عدم الرجوع يعني في بعض الاحيان نحتاج هذه الصمامات انه الزيت يجري باتجاه واحد وما يرجع باتجاه معاكس فاستخدم صمامات عدم الرجوع ايضا هي صمامات جدا بسيطة التركيب وعدنا ايضا صمامات الجريان اللي تكلمنا عليها او اشارنا لها يوم امس بالمحاضرة قلنا انه ممكن انه اتحكم بمعدل الجريان وبالتالي رح اقدر اتحكم بسرعة الفعل يعني اقصد بيه مثلا فعل رفع الكيلة او فعل خفض الكيلة او فعل دوران محرك هيدروليكي معين ازيد سرعة دورانة او اقلل سرعة دورانة هذا كله منه يقوم لي بيه صمامات الجريان يسموها flow control valve ايضا تختلف الصمامات من ناحية التصميم يعني نفس اذن الصمامات تلقى تصاميم مختلفة بيه يعني اقصد الداخل ما الذي يكون مختلف حسب الشركة المصنعة ايضا تختلف الصمامات يسموه هذا يعني ما ادري اذا كانت الترجمة بالعربي صحيحة او لا اللي هي puppet valve يسموه ويكون من عنده قد يكون بشكل كروي او قرصي او مخروط يعني تصاميم كثيرة موجودة بيه صمام بشكل بكرة يسموه spool هاي دائما تسمعون بيه موجود في صمامات التوجيه السلعان ان شاء الله نتطرق له spool valve يكون بالضبط شكله يشبه هاي البكرة ما الخيط البكرة ما الخيط لو تلاحظوها شنو بيها بيها مثل الاستوانة صغيرة مو صحيح وبيها منها مثل يعني خلين نقول فالتوسع ومنها ايضا اكو توسع اخر فهذا يعني عن طريق اذن التوسعات هاي رح تغلق لي مجرة طبعا هي ما موجودة بهالشكل هذا بالمنظمة ما موجودة مثلا بهالشكل هذا بهالشكل فمن تتحرك هنا عدي مجرة وهنا عدي مثلا مجرة حركتها يمينا او يسارا من احرك عتلة عندي عتلة هنا هاي العتلة رح تحرك لهذا spool يسموه spool او يسموه يعني صمام بشكل بكرة يمين ويسار رح يحاول يفتح مجرة يغلق مجرة اخر بحيث يوجه للزيت بالاتجاه اللي انا اريده طبعا ايضا تختلف الصمامات بخصائصها طبعا كل صمام يفترض انه مثبت عليه يعني شوان احنا استقلنا المظخة من دائما اي مظخة تلقى عليها مثل يعني فتقطعة مكتوب عليها المواصفات اللي تشتغل عليها هذه المظخة الصمامات ايضا ايضا موجود هذا الشيء عليه يعني بها مواصفات يعني ابسط هي مثلا قطر الصمام الصمام عادة شون يربط بالمنظومة يربط منظومة عن طريق الانابيب انبوب داخل انبوب خارج حالة حال الاسطوانة حالة حال بقية اجزاء المنظومة الهدروليكية هاي الانابيب هل هي اقطارها موحدة في جميع المنظومات الجواب لا حسب حسب الضغط المتولد داخل المنظومة حسب الشغل اللي تنزل منظومة اكو انابيب كبيرة انابيب صغيرة فالصمام اللي اجيبه لازم قطرة ايضا شنو يتناسب مع شنو مع الانابيب الموجودة اللي هي رح ترتبط بي زين ايضا اعدنا ضغط تشغيل الصمام يعني الصمام هذا بس نشوف احنا الصمامات تفتح او تغلق تفتح او تغلق عن طريق ضغط معين يعني الصمام يكون مثلا عادة عادة اكو اعدنا صمامات نتطرق لها طبعا صمامات تكون مغلقة بالوضع الطبيعي لكن تفتح عندما يصل الضغط الى حد معين فاذا ضغط تشغيل الصمام صمامات بالعكس هي تكون مفتوحة في بالحالة الطبيعية مثل الصمام بتقليل الضغط هذا يكون مفتوح يود الزيت مثلا يرسل الزيت الى مثلا اصطوان هيدروليكي لكن اذا خلص الاصطوان هيدروليكي وصلت الى حد الاقصى بعد الزيت وان يروح ما ممكن ان يروح فش يسوي هذا الصمام هو مفتوح يغلق المسار يغلق المسار عن الاصطوان يعني يقطع الزيت عن الاصطوان قليل الضغط لكن يوجه وان يرجع على الخزان فالضغط معين اللي هو يغلق ويفتح عد هذا الضغط طبعا الضغط عالث الوحدة باسكال او بار او باوند عن الانجل الخاصة به فانت المفروض يعني هاي تخليها في نظر الاعتبار ايضا عندنا تصريف الصمام الصمام هو مثل المعبر يعني الزيت يجي من المضخل ماذا يروح مباشرة الى الاصطوان يمر بمجموعة من الصمامات صمام تقي ضغط صمام مثلا توجيهي فهذا الصمام من يدخل به زيت ويخرج من الناحية الاخرى يروح مثلا قابلية لتصريف الزيت ما يعني احنا قلنا سابقا قلنا المضخة هسا نفترض هذي مضخة خلنا نفترض هاي مضخة زين المضخة مربوطة بيش مربوطة خلنا نقول بالكونترول اللي هو الصمام هذا صمام مثلا الصمام من دي يودي الى اسطوانة هيدروليكية هاي الاسطوانة الهايدروليكية تتحرك يمين يسار حسب التوجيه ما الصمام هاي المضخة من دي يجري زيت من عدها احنا احنا قلنا قلنا المضخة تولد جريان متى يتولد الضغط داخل المنظومة عندما تجد عائق العائق هو مثل صمام على سبيل المثال هذا الصمام المضخة تصريفها مثلا خلي نقول على سبيل الفرض على سبيل الفرض 25 مثلا letter بالدقيقة مو هذا التصريف لكن السؤال هنا هذا الصمام رح يفوت بي زيت ويطلع من الجهة الاخرى هذا الصمام ايضا تصريفه 25 لو رح يختلف اذا تصريف 25 مثلا عاسم نفس تصريف المضخة ما رح يتولد هنا ضغط هنا الـ قيتش ما ضغط رح يقرالي صفر مو صحيح لكن اذا كان هنا التصريف يعني الجاي التصريف الـ input اقل من الـ output يعني التصريف الصمام اقل فاش رح يصير هنا هذا الضغط رح يرتفع عندي هنا لانه دايجي تصريف المضخة دايجي تصريف لكن الصمام دايجي يصرف على كيف يعني ببطء رح يتولد عندي ضغط اذا كل صمام الى فالتصريف معين الزيت التي تجري خلال الصمام عند فرق ضغط مقدارها واحد بار يعني احنا قلنا الزيت او اي سائل ما يجري يعني يكون ساكن مش وقت يجري عند وجود فرق بالضغط ذاك الوقت يجري فهناش هذا التصريف الصمام عادة يعطى بالنسبة يعني بالمواصفات يقول لك هذا الصمام اذا اكو فرق بالضغط اذا مدخل الصمام ومخرج الصمام اذا اكو واحد بار فتصريف مثلا مثلا اثنية لتر بالشنو بالدقيقة فانت بعد مطيك عند واحد بار فانت تعرف مثلا من يصير اثنية بار اش رح يصير الضغط هذا رح يصير اربعة مثلا من يصير ثلاثة رح يصير ستة وهكذا فهو يمطي عند واحد بار واحد بار مثلا خلينا نقول واحد باشكال وهكذا فاذن شنو سنفهم من هذا انه كل صمام الى تصريف ايضا خاص يقاس عند فرق ضغط مقدار واحد بار التصريف عادة يعني مدائما يقاس بوحدة اللتر على الدقيقة متر مكعب الساعة سنتيمتر مكعب الدقيقة وهكذا يعني مو مشكلة بالنسبة الوحدات النقطة الرابعة يقول اكبر تصريف للصمام الصمام ايضا هو بيفت قابلية يعني قابلية التصريف معينة تقريبا نفس النقطة الفوق لكن اعام خلينا نقول يوجد النقطة الفوق عند ضغط مقدار واحد بار فرق ضغط لكن هذا بشكل عام الصمام هذا اقصى تصريف الى ما يتحمل اكثر مثلا 10 لتر بالدقيقة مثلا عادة بمثال زيان فايضا حيقول لك الماكزيما مش قيد ماكزيما مفلو يسموه ايضا نفس الشي هم لتر بالدقيقة اللزوجة يعني شنو اللزوجة اللي مسموح انه يعمل به هذا الصمام يعني اذا فرض نحن اشقلنا اللزوجة شنو تأثيرها بالمنظومة الهيدروليكية اذا زادت اللزوجة يصير صعوبة بالحركة اذا زادت عن الحد المقرر صعوبة حركة الزيت اما اذا قلت عن الحد المقرر فالصمام ايضا هو بمثل اللي يسموها سيلز او الشبن الشبن هاي اللي تحجز الزيت عن من الخروج الى خارج الصمام بعض الاحيان تشوفون بعض الصمامات او وحدة الكنترول يكون مغطاة بالزيت والاوساخ هاي معناتها بها تسرب فهذا كل اللي ينسوي هي كل شي ما بيه كل اللي ينسوي نفتح الصمام النظف نبدل شون حسب هالواشرات او الشبن او السيل اللي تمنع خروج زيت اذا يتبدلها بوحدة جديدة يرجع الكنترول كما هو فايضا اللزوجة تلعب دور مهم ايضا درجة حرارة السائل هيدروليكي تدرون انتو السوائل من تنضغط وتشتغل داخل منظومة الهيدروليكية ترتفع درجة حرارتها فايضا هنا رح يبين لك انه هايبا هذا الصمام يعمل تحت اقصى درجة حرارة مسموح بها وهلقب هذه كل هالمواصفات رح يكتبلك اياها اما بالكتالوك المرفق مع الصمام الخصائص او بشكل ليبلو صغير يكون موجود على الصمام اتمنى ان شاء الله اذا بالكل يعني عدنا موجود صمام نحاول نراويكم يعني فالنموذج من هذه النماذج زين اذا هذه الخصائص اللي استقلناها نجي هسا على الصمامات وانواعها طبعا الصمامات هي جدا جدا كثيرة وجدا نوعياتها كثيرة لكن نحاول انه نختصرها او نذكر منعدها الانواع الرئيسية الاول شي اول نوع من انواع الصمامات هو صمام عدم الرجوع يسموه check valve اذا تسمياتي باللغة الانجليزية ايضا تحفظوها check valve اللي هو هذا يعني الرمز مال هذا طلاب اذا رموز اذا مو شكل الصمام هذا الرمز اذا رموز ان شاء الله اذا الله اراده سهل نتفرغلها محاضرة كاملة نخليها على الرموز لكن احنا نحاول ايضا كل ما ناخذ شي نشير الى الرمز مالته بشكل اجمالي وبعدين ان شاء الله محاضرة الرموز رح نفسركم اياها بشكل تفصيلي ونبين لكم انه شون تحاول تربط منظومة هيدروليكية بالشكل العام الرموز اذا هي عبارة عن يعني خليقوا الرموز متفق عليها عالميا انت كمهندس من 3D يصمم منظومة ما تجي ترسمها رسم يعني 3D او رسم 2D ورسم ورسمك يجوز نفس المنظومة يرسمها غير مهندس يرسمها بشكل اخر واذا انت يعني كل واحد رح يرسمها بشكل معين فاش قالوا قالوا يا به المنظومات الهيدروليكية مثل الدوائر الكهربائية خلي نخلي لها رموز متفق عليها فاي مهندس بالعالم انت من ترسم لمنظومة خريطة يسموها خريطة هيدروليكية من ترسم هي باستخدام هذه الرموز هو رأس رح يفتهمها يعني خلي نقول لغة تعامل بين المهندسين اللي يشتغلون بالمنظومات الهيدروليكية فنجي هسا هذا الموضوع باب الشيء بشيء صمام عدم الرجوع اللي هو هذا الرمز مالته اللي شنو الزيت يدخل بهال اتجاه يدخل الزيت يدفع هاي الكرة طبعا هنا عادة يكون اكو نابض فيدفع هذه الكرة او شنو هنا موجود عندنا هو التصميم مالته يدفعها بهال اتجاه رح يمر النابض يدفع الكرة بالاتجاه المعاكس عنده يعني من يعبر الزيت بعد ما يخلي الزيت يرجع يخلي يمر بهال اتجاه لكن ما يسمح لشنو بالعودة هذا يسمو check valve او صمام عدم الرجوع وإلى استخداماته في بعض الاماكن في المنظومات الهادروليكية النوع الاخر من الصمامات هو صمام تقليل الضغط يسمو pressure reducing valve صمام تقليل الضغط شوف عندنا صمام تقليل الضغط هذا وعدنا صمام تحديد الضغط اللي هو relief valve الاختلاف شنو ببياناتهن طبعا هو أحدهما مختلف عن الآخر يعني حتى من ناحية العمل لكن لأول وهلة انت من تجي تشوف التسمية تعبالك نفس الشي يعني كأن التسميات مترادفة تشوفها أمامك لكن بالحقيقة لا صمام تقليل الضغط هسه طبعا رح ناخذ بالتفصيل بس اجمالا أشير إليه صمام تقليل الضغط هو مثلا الاستوانة من تصل إلى حد معين يعني إلى أقصى الشوط مالته فهنا انت لازم شنو تقليل الضغط الموجود فهن هذا الصمام شي يسوي مفتوح يكون بالوضع الطبيعي لكن شنو يرجع يغلق ويرجع الزيت إلى الخزان عند وصول الضغط بالاستوانة أو بالمحرك الهايدروليكي إلى حد معين يعني إحنا نعير للصمام هذا الحد نقول له أفصل الجريان عن الاستوانة أو عن أي اكتشويتر يعني اكتشويتر أقصد به يعني أما استوانة وأما محرك هيدروليكي زين أما صمام تحديد الضغط هذا يختلف عن لي قبل شلون صمام تحديد الضغط يسمون رليف هذا شنو يخلوه عادة بعد المضخة يعني بعد المضخة فيكون عادة مغلق طبعا هو شنو يربط المضخة بالخزان يعني شنو يربط المضخة بالخزان على سبيل مثال هاي هنا عدي مضخة هاي مضخة عندي هنا وعندي طبعا فلتر ومادري شنو هاي سوالف زين ورا الفلتر اش عندي عندي هنا صمام اللي هو هذا يسموه صمام تقليل الضغط العفو صمام تحديد الضغط هذا الصمام وين يرجع لي يرجع لي للخزان هذا يكون مغلق كونترول ده تروح الى اسطوانة وهكذا ده تشتغل من يزيد الضغط داخل المنظومة مثلا اكو الشفل مثلا الشفل فالمثال بسيط الكيلة ماتة والمنظومة هي مخصصة لأحمال معينة لحمل معين خلينا نقول مثلا ثمين طن ثمين طن او واحد طن يعني بغض النظر عن الارقام زين فانت من الشيل بالمنظومة فرضا هي واحد طن من الشيل ثمين طن او طن ونص المنظومة ما تتحمل هذا الشي فشي سوي احنا حتى نحافظ على المنظومة نخلي هذا الرليف نعير نقول لها يابا عند هذا من يصل الضغط عندك 1500 كيلوغرام او 15000 نيوتين يعني ما يقارب 15000 نيوتين اللي هي طن ونص نقول لها رجع رجع الزيت للخزان لا تودي الى المنظومة فبهالحالة انا من اشي حمل زائد هذا رح ينقذني ليش لانه هذا ما رح يسمح للمنظومة انه تعمل تحت ضغط كبير رح يرجع الخزان وما رح يروح زيت الى المنظومة ايضا هسا رح ناخذ ان شاء الله بالسلايدات الجاي بالتفصيل اخر شي عندنا وهو هذا اللي اعتبر ايضا جزء جدا مهم بالمنظومة اللي هو صمام التوجيه اللي يسمو Directional Valve صمام التوجيه اللي هو هذا طبعا طبعا هذا Relief Valve هذا الرسم مالته سيشرح لكم اياه وهذا Reducing Valve اللي هو صمام تقليل الضغط هذا الرسم مالته وعدنا زني انواع من الصمامات التوجيه طبعا اللي هي رح تعتم يعني من خلال صمام التوجيه راح عرف انه هذا النظام مغلق اللي هو هذا الرسم مالته Closed Center هذا صمام التوجيه ذو المركز المغلق نحكيين دكتور نصير ممكن نحكياركم عليها وهذا ايضا صمام توجيه لكن من النوع شنو المفتوح وهذا ايضا من النوع المفتوح لكن يسمو الفلوت أو يعني الطافي يسمو أو العائم فلوت زيان اذا انواع مختلفة هاي الرموز ما يتهي الرموز طبعا بس رح اشير لك اجمال ليش هذا هيتش الرسم ليش هذا هيتش الرسم انت ستبوع شنو الفرق بين هذا وهذا اول فرق تجي تشوفه بين الرسميا بين الرليف وبين الريدوسين فالو انه الرليف فالو بالوضع الطبيعي مفتوح لو مغلق شون عرفه مفتوح لو مغلق هذا السهم اذا كان منطبق على الان الانبوت أو الانليت والاوتليت هذا اذا كان منطبق شون هذا هذا معناتها مفتوح اما اذا كان لا على على جانب صاير معناتها هذا مغلق مدى يعني ما كفد وسيلة اتصال ما بين الالت والاوتليت هسه هذا شنو مغلق لو مفتوح يعتبر بالوضع الطبيعي هذا مغلق ممتاز اللي جوى شنو مفتوح اذا الريليف بالوضع الطبيعي طبعا هذا الحش الداحش كله موجود بالسلاد الوراء بس استغليت فرصة انه الرسمي الموجود بنفس المكان حتى شوف الفرق هنا الريليف يكون مغلق بالوضع الطبيعي ايش وقت يفتح يفتح عند زيادة الضغط يعني فتحة الصمام هو مو الوضع الطبيعي فتحة الصمام هو وضع طارق من يزداد الضغط رح يفتح الصمام يرجع لي وين للخزان هذا وين يروح منا وين يروح يروح للخزان يرجع للخزان هذا من جاي جاي من المضخة هذا طبعا نابض وهذا السهم المائل دائما سواء كان مضخة سواء كان بصوانة سواء كان بصمام فهو عبارة عنه هذا شي قابل للتعيير يعني هذا الصمام اقدر ازيد الضغط يعني اقدر اخلي مثلا فرضا يفتح عد خمسين بار يفتح يرجع الخزان واقدر لا اخلي يفتح عد مثلا سبعين بار مثلا فهذا من يصير الخطمال يعني معناه هذا قابل للتنظيم او قابل للتعيير زين هنا نفس الحالة تشوف لكن شنو بالحالة الطبيعية الريديوسينج فالف هو مفتوح صمام تقليل الضغط لكن اش وقت يغلق يغلق عند زيادة الضغط هسه واحد يقول لي هذا من المضخة ومن الكنترول هذا الكنترول ياخذ من المضخة مضخة 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 مزين ياخذ الكنترول رح يودي لهذا الصمام اللي هو الريديوسينج فالف الهنا الريديوسينج فالف وين يودي الى مثلا اسطوان هيدروليكي في حال زاد الضغط بالاسطوان الهيدروليكي عن حد معين هذا رح يقطع الجريان يعني يفتح رح يفتح يجي هنا مثلا هذا السهم يجي هنا رح يغلق فما رح يعبر الزيت الى الاسطوان الهيدروليكي زين اكو فشغله بالصمامات تذني صمامات لضغط سواء الريديوسينج فالف السيكونس فالف السرح ناخذه الريليف فالف اكو عدنا هذا الخط المنقط هذا شنو الخط المنقط يعني ليش هنا مرسوم بهال شكل هذا يعني من مخرج الصمام من ال outlet من ال outlet الى هنا وليش هنا من outlet و جاي لهنا هذا شنو معناته هيتش اصفن له هيتش اتخيل هذا يعني يسمون pilot line او يتحسس للضغط زين نجي على ال ريليف فالف ال ريليف فالف يتحسس الضغط يتحسس الضغط قبل الصمام لو بعد الصمام يعني انا السمن عندي مثلا خلي ارسم لكم فالمنظومة هاي مضخة زين هاي مضخة وهذا طبعا هنا عندنا محرك محرك هاي المضخة مربوطة بيش مربوطة مثلا ما رح اصم الفلتر حتى لا ياخذ مكان مربوطة بيش مربوطة بما يسمى ب ريليف فالف اللي هو السيد نحش عليه هذا هذا ريليف فالف يكون مغلق بالوضع الطبيعي انتبه حتى تعرف شون حرسم حرسم أفقي طبعا هو مو شرط به الشكل هذا يجي يجي على اليمين على اليسر يعني مو شرط للا علا في يرسم به الشكل هذا زين الرسم موالتي شون رح يصير رح يصير منه هذا المدخل زين وبعدين يجي الهنا هذا الخط المنقط وبعدين هذا يرجع يرجع للخزان السهادة مغلق هنا ش دي يصير طبعا هنا يروح الزيت إلى بقية أجزاء المنظومة الهادروليكية أما كونترول وأما أسطوان يعني هاي هادروليكية وغيرها هنا شنو اللي رح يصير هاي المضخ تتشتغل بأمان الله تضخ الزيت للأجزاء المنظومة زاد الضغط المنظومة لسبب أو لآخر مثلا شي اللي تحمل إضافي ما تتحمل المنظومة صار عندك فدعائق معين انسداد فهناش رح يصير حتى تتلاف الضرر هذا هناء هذا الأنبوب رح كأنما يدفع لي هو دائما رح يدفع لي الزيت لكن يدفع لي الزيت بضغط عالي يتمكن من دفع هذا الجزء طبعا هو يعني مو به الشكل هذا بس داح لك وضح لك الرمز ليش يدفع لك هذا السهم إلى أن يصير بموازات شنو الانليت والأوتليت فرح يعبر للزيت يرجع وين للخزان قل الضغط هنا قل الضغط ايش رح يصير رح يرجع هنا عدي نابض هذا هنا مثل نابض اكو رح يرجع هذا السهم يغلق الصمام فبهالطريقة هاي هذا المتحسس هذا الخط النقط هو اللي رح يتحسس لي فهنا السؤال هذا المتحسس اريد يتحسس للخط الداخل للصمام لو الخارج هنا هالسان انت اشوف الخط الداخل للصمام فارسم من الى منتصف الصمام بالReducing valve لا بالReducing valve اش رح يصير رح يصير عندي الReducing valve انه الصمام رح يكون بالقرب من اسطوانة هيدروليكية مثلا عسى بالمثال فالاسطوانة الهايدروليكية زاد الضغط به اذا هو يودي زية المن الى اسطوانة هيدروليكية خلي امسح الهانة صار اثناء هاي اسطوانة هيدروليكية طبعا ولو حجمها صغير فمن يروح الاسطوانة هيدروليكية زاد الضغط فهنا شنو حتى يقطع شون يعرف انه زاد الضغط بهذا هذا المستشعر هذا يصير بالخروج يعني بالمخرج ما الصمام فرح يدفع لي هذا الجزء يحرك الى هذا يقطع الجريان وهذا طبعا نابض قلنا اذا زال الضغط رح يرجع الى وضع الطبيعي يعني فهمها بهالشكل هذا انه هذا البايلوت لين هذا البايلوت لين اللي من نقط هذا يرسم من مكان التريت تتحسس بالضغط حتى يعمل الصمام الى منتصف الصمام اللي هو مربع الشكل يعني بغمز زين هسا هاي حتنا علي هؤلاء هنعيد ان شاء الله في محاضرة الرموز الهايدروليكي نجح اذن الانواع اللي هي ال pressure relief valve قلنا لكم انه هذا الرسم واته sequence valve sequence valve هذا ايضا رح نشوف فيديو عليه ان شاء الله بس خلي نخلص ال powerpoint sequence valve شنو فكرته يسمو صمام التعاقبي او الترادفي هذا مثل يش مثلا انت عندك مصنع عندك مصنع هاي هنا عندك stage او منظدة هاي المنظدة عندك تريد خال عليها جزء معدني خلي نقول فهذا مكعب معدني هذا المكعب هنا عندك مكبس اللي مسيطرة علي شنو هايدروليكيا طبعا مكبس هنا حرس مبغي اللون مسيطرة علي هايدروليكيا رح يدفع لي شنو يدفع لي هذا الجزء اذا هذا حركة من يصل هذا المربع ينزلي ثقبة هذا اليدريل منه مسيطرة علي مسيطرة علي ايضا من استوانة هايدروليكية فاني شريد اريد الزيت يتوجه لي هنا اول شي هذه الاستوانة تدفع لي وصل لي الى المربع او المكعب بمعنى صح بعد ذلك بعد ما وصلت الى تجد خطوة ثانية توجه الزيت الى الاسطوان الثاني فهذا صار عملية تعاقبية يعني عملية بعد اخرى يعني نفس المضخة ونفس المنظومة لكن تجرى عملية على اسطوانة معينة ومن ثم بعد ما الاسطوانة المعينة تصل الى تم عملها رح يفتح هذا عندي الصمام يوجه لي الزيت الى الاسطوانة الاخرى رح نجي ايضا نتطرق له في موجود فيديو حتى يوضح لكم المسألة وعندي ايضا هذا البرجر رديوس ولي احتينا عليه قبل شوية طبعا بعض الصمامات اللي منضمنها البرجر رديوس و السي كونز فال اذن لازم يجي اياها شنو يجي اياها التشيك فال صمام عدم الرجوع زين لازم يجي 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 ها التشيك فال زين هس نجي على واحد واحد بعد هاي المقدمة يعني ما نقول القصيرة لان صراحة المون قصيرة فبعد هذه المقدمة خلني اجي على واحد واحد من ذن الصمامات فتشرح بسيط الي فالتعريب بسيط حتى نعرف شنو ما هي هذا الصمام اول شي صمام عدم الرجوع يقول يسمح للزيت باتجاه واحد فقط او يعني بالجريان باتجاه واحد فقط هنا غلط باتجاه واحد فقط ويحجز عن الرجوع بالاتجاه المعاكس مبين واضح ويستعمل عادة مع صمام تقليل الضغط الي هس حتينا مو بالسلاد السابق قلنا لكم صمام تقليل الضغط وصمام التعاقبي يحتاج صمام عدم الرجوع اللي هو هذا شكل قريب من هذا الشكل اللي اتجاه شلون هس واحد يقول لي هذا سهم موجود اقول لي هذا رمز هيدروليكي السهم هذا اتجاه الزيت يسمي من يقول لي خلي ارسم لكم الزيت يجري بهال اتجاه وما يرجع بالاتجاه المعاكس لو بهال اتجاه يعني خلي نقول ب لو ا انتو شو تقولون ضروري تعرف اتجاه لان هذا اذا ربط بالعاكس تخرب الوضع اه نعم اي يعني يعني يروح الى جهة اليمين مو صحيح ب بعد من زيد ب اي من قال اي اذا اضغط لحظة اذا اضغط عليك شوية تغير اقوالك لو مصر على اي ممتاز 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 هذا هو هذا الاي هو الصحيح ليش لانه احنا سبق وين قلنا قلنا انه هذا الرمز مالته مصحيح هذا الرمز مالته فهذا الرمز هو كل رمز يطف الدلالة يعني الرمز شنو يقول يقول يابا هذا زيت مين يجي منا رح يتفع لي هذا الجزء كيف ما كان التصميم رح يتفع لي يفتح المجرى بفعل ضغط زيت رح يفتح المجرى طبعا هنا عدي نابض زين رح يفتح المجرى من عبر الزيت بعد ما يقدر يرجع لانه هنا نابض رح الرجوع هسه هو همو هذا الرسم مال ت لأول وهل انت باعه عبالك مثل السهم هذا عبالك سهم واشتر المن الى اليسار اذا ما ذري على يسار كم الس صايرة زين لكن بالحقيقة هو اتجاه الزيت بالعكس فبس هاي النقطة اريدك تنتبه عليها اتجاه الزيت في صمام يعني انت باتر عادة احنا شنسوي هاي من من خلي هذا نمسح الغلط حتى لي يبقى اه من عادة هو الانلت يعني جاي مثلا من مضخ من control اللي هو control control اللي هو هذا اللي نسمي صمام التوجيه او غيره من اين رايح مثلا رايح على سطوانة او رايح على محرك هيدروليكي فاتجاه زيت يكون بهذا الاتجاه طبعا ممكن ممكن انه يعني حسب التصميم لكن اريدك تعرف انه الانلت مالته هذا الانلت وهذا الانلت وهذا الاؤتلت في كل الاحوال هذا الانلت وهذا الاؤتلت يعني عكس هذا اللي يكون اشبه بالسهم اللي هو صاير اشبه بالسهم عكسه بالضبط صار واضح لهنا تصميم جدا بسيط زين اللي هو هذا تشوفو امامكم هذا رسم ايضا رسم يعني شون خلينا نقول شسم مع تشريحي او مقطع عرضي زين هنا اش رح يصير رح يصير عندنا هنا عدي يشوف اش كاتب اللي خل نجي نشوف هنا هذا اللي يرجع هذا هذا شنو هذا عندك سائل مضغوط يجي يدخل من هذه الفتحة هنا شنو عندي عندي مثل كاتب لبول يعني كرة او فالجزع كروي وهنا عندي مثل النابض فتلاحظ نعم نعم عفية عفية بالعام يسمو ستشمع يعني بس تروح يسمو ستشمع زين فهنا اش رح يصير عندي هنا هاي من رح يجي زي مضغوط بضغط معين طبعا هذا معير على ضغط معين هذا رح يفتح الصمام رح يعبر الزيت يروح الى شوفاني وان اريد يروح الى مثلا محرك هايدروليكي الى سطوانة وان اريد يروح يروح بعد ذلك مثلا على سبيل فرض زاد الضغط هنا زاد الضغط بعد ما يقدر يرجع يرجع للخيف ليش انه هاي بعد الكرة او الصجمة او الجزء الكروي رح يضغط يعني النابض هذا يرجع لي هذا الجزء الكروي او الصجمة يرجع لي السد للمجرة فبعد ما يسمح بالرجوع لكن شنو يسمح بالدخول هنا شوف شكاتب لك يعني شنو هنا عدي مثل البرغي هذا البرغي اقدر اتحكم انه شقد الضغط اللي يشتغل عليه هذا الصمام يعني هنا شقد يصير عندي الضغط حتى يفتح هذا المقصود فتقدر من خلال هذا البرغي الضب او ترخي حتى تزيد ضغط النابض او تقلله وبالتالي رح تقلل الضغط المسموح او تعلي الضغط المسموح يعني مثلا هساني هذا جبته اريد يفتح مثلا عندي العشرة بار فاجي شنو انظم منه وعندي طبعا قيتش ما يقرالي الضغط من يوصل الضغط عشرة بار المفروض منه شنو يعبر لسائل يفتح فاني شنو ارخي البرغي هذا الى ان العكس بالعكس اذا انت تريد زيدة ايضا شوف مقدار يتخلي عشرين بار خمسة وعشرين بار فالضل ترخي او الضب حيث الى ان تشوف السائل قام يعبر قام يعبر هذا معناته انه فتح هذا الضغط اللي وصل عنده مثلا انت خالقيت ما الضغط قرأ عندك عشرين وقام يعبر السائل اذا ها هي بعد هذا انت استعير بالعشرين يقوم يفتح طبعا هذا نابض ما الضغط طلاب الحضور سجلتوا لان بعد خمس دقائق ينسد الحضور سجلونا بالاستمار انا رح يعني ما رح اتقدم يعني انتظركم اكو احد ما سجل حضور زين طلاب هس احنا شنسوي خلي نشوف هال الاجزاء طبعا شوفوها طبعا الرسم ايضا حاولوا تحفظوه بشكل مبسط يعني هو سهل مو صعب هذا ما يخص الصمام عدم الرجوع نجح على صمام تحديد الضغط الرليف فالب الرليف فالب الفكرة مالت انه يفتح عند وصول الضغط الى حد معين ويرجع ليرجع للخزان يعني هس تشوف هذا الرسم هذا متصل وين مضخ وهذه اجزاء المنظومة هنا صايرة يعني ومرسومة لتشتغل بوضع طبيعي هذا مغلق يفتح يفتح من يشوف اكو زيادة عالية بالضغط انا معير على فتح معين مثلا خلن نقول خمسين بار من يشوف البنظومة التي تعمل بأربعين بثلاثين بخمسة وعسين هذا رح يفتح يرجع لي وين للخزان طبعا هنا خال لك فلتر من باب تنقية الزيت اكثر قبل ما يرجع للخزان فيرجع الزيت وين الى الخزان هذا الرمز هو هذا صغير هذا رمز الخزان وهذا رمز الفلتر فتلاحظون انه طريقة عمل ايضا جدا سهلة وبيه تعيار منه مثل البرغي او متقدر تفر باتجاه عقار بالساعة وعكس عقار بالساعة حتى تزيد الضغط او تقلله هذا الصمام هو اللي رح يحدد لي انه جد الضغط رح يوصل اعلى شي داخل المنظومة يعني انت اذا عيرت على 50 بار ها هي بعد المنظومة ما يوصل به الضغط اكثر من 50 يوصل اللي شوف مكتوب تحديد الضغط تحديد الضغط داخل المنظومة كلها لان عادة المنظومة بها مضخة وبها انابيب وبها مثلا صمامات لان الصمامات هي نفسها المضخة الانابيب كل هذن الاجزاء تعمل تحت الضغط معين فانت لازم شنو اذن الاجزاء اشوف اشقد الضغط اللي يناسب حتى ما تتضرر فتحدد الضغط حتى شنو من يجاوز هذا المقدار رأسا هذا شي سوى يفتح ويرجع للخزان الرمز مالت هذا شرحنا عليه هذا البلنو الحمر قلت لكم يتحسس لي الداخل اذا زاد الضغط الداخل هنا رح يتفع لي كأنما كأنما يعني كتخيل هذا الجزء رح يفتح لي المزر وين الى افر يمين ويسار بحيث اقدر اعير الضغط اللي رح يفتح عنده الصمام هذا وين يكون هاي يكون كتابة بعد يكون بين المضخة والخزان يعني المضخة هنا موجودة المضخة وهذا الخزان فهو مكان بين المضخة والخزان وظيفت شنو وظيفت حماية المضخة والصمامات الاخرى من الضغط المفرط ويحافظ على ضغط ثابت داخل المنظومة الذي يتم تحديدها مسبقا منه يحدد مسبقا انا كمشغل احدد مسبقا عن طريق هذا السيسم طبعا مو كل الصمامات بتقدر تغير به يعني هناك صمامات يجوز ما بها تغير لكن هو طبعا الصمام اللي انت تقدر تغير الضغط يكون افضل تقدر تتحكم طبعا هنا هاي نقطة جدا مهمة تجيكم دائما بالامتحان انه اما خيارات واما صح الخطأ يقول يكون غير فعال لاحظ الرمز مالته يكون غير فعال في الوضع الطبيعي يعني شنو مغلق ويصير فعالا طبعا ما قلت يصبح لانه يصبح تفيد هاي من اخوات كان استعمالها بالصباح يصير تفيد التحويل يعني من حالة الى حالة زين فهاي هاي هي ويصير فعالا يعني شنو فعال يعني مفتوح يعني هذا ينطبق على الانلت والاوتلت عند ارتفاع الضغط الى حد معين منو يتحسس ليا يتحسس ليا هذا ال 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 موجه من الخزان من موجه جزء من الزيت الى الخزان يعني من المضخة الى الخزان الى ان يصل الضغط الى الحد المحدد مسبقا يعني الى ان يبدأ الضغط بالانخفاض ذاك الوقت شنو عدي نابض رح يرجع يغلقه فرح عادي تستمر المنظومة بالعمل بوضع طبيعي تحت الضغط المسموح به طبعا هاي هنا كاتب لك يشير الخط المنقط في رمز الصمام الى خط تحسس ضغط المنظومة حيث يبدأ من منفذ الدخول بالنسبة الى صمام تحديد الضغط فالصمامات الاخرى كل صمام حسب وضع بس من صمام تحديد الضغط يبدأ من فتحة الدخول بهالشكل هذا الى منتصف جسم الصمام نجح على نوع اخر من الصمامات اللي هو الصمام التعاقبي او الترادو يسموه sequence valve الصمام هذا بشكل بسيط انا هسا اراويكم ايضا فيديو عليه هذا شنو عدي مثلا استوانتين اذا استوانتين تاخذ من المضخة هاي خزان وهاي مضخة تراح الى شسم صمام توجيهي control control هيوجه الزيت مثلا على سبيل المثال الى هذه المضخة هذه المضخة راح تصل الى الحد الاقصى بعد وراها وين تروح هاي انقفلت داخل منظومة من ارتفاع الضغط هذا راح يفتح عندي الصمام يوجه لزيت وين للاستوان الاخرى اذا صار عندي تعاقب اول شي اشتغلت عندي هاي الاستوان ثاني عن طريق شنو عن طريق هذا الصمام التعاقبي راح ازيت للإستوان طبعا هذا وضع حياد لكن دحش انه فيه احدى الوضع اما هذا واما هذا يعني وضع رفوع او وضع خفض او ما شابه زين فهنا اش راح يصير اندفعت الاسطوان الى الخارج وصلت الى اقصى الشوط المصممة عليه زين الزيت المضخم استمر بالعمل وين يروح الزيت راح يروح الى هذا الصمام احنا قلنا زيت دائما يدور منفذ اقل مقاومة فالصمام بمجال يعني هو عبارة عن نابض زين فالصمام شنو راح هنا هذا الصمام مغلق يعني هنا ما عدي هاي الاسطوان ما تتشتغل من زاد الضغط هنا فتح لهذا الصمام انطبق هذا الخط على هذا الخط انفتح الصمام ووجه الى الاسطوان الاخرى فهاي العملية يسموها تعاقب او ترادف وهس نشوفها ايضا ان شاء الله فيديو عليها الرسم مالت شلون يصير الرسم مالت يكون ايضا مربع انلة واوتليت هذا انلة خط شوفوا انلة وهذا اوتليت ال هنا ايش راح يصير عندي راح يتحسس لي عندي ال راح يتحسس لي عد المدخل يعني لا تلاحظون هنا المدخل هنا زاد الضغط عندي فتح الصمام فود لي ايضا نفس صمام تحديد الضغط رليف فالب ايضا يبدي هذا المتحسس يبدي يعد المدخل والى منتصف جسم الصمام هذا مثل حرف ام هذا عبارة عن نابض يقول لك نابض وهذا السهم قلنا انه قابل للتعيير انه انت تريد عدي ضغط يفتح عدي ضغط تريد يعبر الى اسطوان الاخرى وهذا جزء عمله وتفتح الاسطوان الاخرى شي سوي خوة مو ينفجر يرجع الى الخزان يرجع الى الخزان هاي ها ما كو حدش هنا يقول نفس مبدأ عمل صمام تحديد الضغط اللي هو الريليف فالب الا انه يربط بين المضخ وبين جزئين من اجزاء المنظومة الهايدروليك يعني يقضي من يقول لك يربط بين المضخ المضخ مو مباشرة الراحل الاسطوانات جاي عن طريق control بس المقصود يعني من جهة المضخ من جهة المضخ زين الا انه يربط بين المضخ وبين جزئين من اجزاء المنظومة الهايدروليكية جزئين مثل اسطوان رقم واحد اسطوان رقم ثنين محرك رقم واحد محرك رقم ثنين اسطوان ومحرك وهكذا مكبسين مثلا عسى حيث يتم توجيه الزيت الى احد المكبسين وعند وصول الضغط الى حد معين يفتح الصمام التعاقبي ليفتح مسار الى المكبس الاخر لتحرك فوظيفة هذا الصمام هو تسلسل العمليات الواحدة تلو الاخرى لاحظوا هنا هذا الرسم لطيف لانه رسم لك هذا رسم وراسم لك طبعا على فكرة السيكمانس فالب لازم بيه دائما شنو يجو يا يجو يا تشيك فالب هذا صغير ده شوف بس لا تنقل ه بالصفحة هذا تشيك فالب يجو يا ليش يجو حتى لايرجع حتى لايرجع لي شنو بالاتجاه بالاتجاه المعاكس ها العفو آسف هنا هنا بشوط الحركة من الاستوانة بهالاتجاه هذا وين يرجع يرجع لازم للخزان فشون يرجع الخزان بهالطريقة هاي يرجع عن طريق الكنترول للخزان هذا يفتح بهالاتجاه وما يسمح للزيت بالمرور من الخزان بهالاتجاه تلاحظ شون هذا هنا يسمو تشيك فالب خليه تليش حتى يسمح لي للزيت بالرجوع في شوط الرجوع يرجع الى الكنترول ثم الى الخزان وما يسمح لي للزيت بشنو يعني ما ريد يعبر هذا الصمام بهالاتجاه ما ريد يعبر هذا الصمام هو المتحكم الوحيد بدخول للزيت الهاي الاسطوان يعني من ناحية إذا يريد يفع بهالاتجاه بينما هذا إذا ما خليش رح يصير الزيت رح يجي عن طريق هذا ويدخل كأنه ما كل شي ما سويت فدائما لاحظوا انتو ملحق يسموه check valve يعني حتى لو يكون هو داخل الصمام نفسه يجوز تشوف قطعة وحدة لكن بداخله هو موجود check valve هو شنو check valve هو صشمة صشمة ونابض ونسين بعد شي يريد يقول يقول يكون غير فعال يعني مغلق بالوضع الطبيعي مثل الصمام ريليف valve هاشوف اكو اوجه تشابه السبيانات ويصير فعال مفتوح عند ارتفاع الضغط الى حد معين حتى يوجه للزيت وين بالرليف valve وين يوجه الزيت يوجه للخزان يرجع بينما هنا وين يوجه الزيت يوجه الى جزء اخر من اجزاء المنظومة بعد شغل بعد يمكن من شغل حتى يرجع الخزان sequence valve وهكذا هذا ايضا نفس الشي هم كاتب لك يشير الخط المناقض نفس الكليش السابقة زين صمام تقليل الضغط هذا عدي مثلا المنظومة الصوانة او المحرك او غيرها تعمل تحت ضغط معين ففرض صار عندي فدلود عليها زاد الضغط فاني شون اقل جريان الزيت او اقطع جريان الزيت حتى ليه يصير عندي ضرر بالمنظومة هذا الصمام يستخدم لاحظ هو يكون عادة عند الانبوب الداخل للأسطوانة او المحرك الهايدروليكي يعني شينو بين قوسين يسموه الاكتشويتر اكتشو ويتر اذن ثينات المحرك او استواني يسموه اكتشويتر زين يحافظ على الضغط داخل المنظومة الفرعية منظومة فرعية يعني مو منظومة رئيسية مثلا هي منظومة رئيسية شنو مثلا مضخة صمام توجيه وغيرها منظومة فرعية يعني مثلا استوانة محرك اذن يسموه منظومة فرعية يحافظ على الضغط داخل المنظومة الفرعية اقل من الضغط داخل المنظومة الرئيسية يعني شنو يعني المنظومة كلها من تقرأ لكيش ما الضغط الضغط بها مثلا خاني يقول خمسين بار لكن آني هاي الاستوانة أو هذا المحرك ما يتحمل خمسين بار لازم شنو ما دخلها خمسين دخلها أقل من خمسين مثلا دخلها ثلاثين بار فشون أسوي هاي العملية أنو أنا منظومتي تشتغل على خمسين عندي أجزاء تشتغل على خمسين لكن هذا الجزء بالمنظومة هذا الجزء الفرعي بالمنظومة ما يشتغل على خمسين فأستخدم у меня صمام تقليل الضغط أقل للضغط هذا اللي رح يسوي شنو رح يدفع الزيت هذا مفتوح هو عكس الصمامات السابقة هذا يكون مفتوح من يشوف الضغط ارتفع رح يسبب لي ضرر للأسطوانة أو للمحرك رح يغلق يقول له كافي بعد ما رأي زيت هذا حدي فهذا صمام تقليل الضغط يحافظ على الضغط داخل المنظومة الفرعية أقل من الضغط داخل المنظومة الرئيسية هذا وحده من ميزاته يعني يجوز يجيب لك يا هاي الكليشة وأطيك مثلا خيارات هل هو صمام تقليل الضغط تحديد الضغط اللي هو صمام عدم رجوع لو صمام توجيهي فاتش تقول لي هذا ينطبق علي من على صمام تقليل الضغط يحافظ على ثبات الضغط الخارج من الصمام بغض النظر عن مقدار الضغط الداخل يعني شنو يعني جقد ما يدخل لضغط هو يخرج لي ضغط معين يعني معير على ضغط معين بحيث تجقد ما يكون الضغط داخل المنظومة الرئيسية هو يخرج لي فقط الضغط اللي أنا أحتاجه في هذا الجزء المعين في حالة كون الضغط الداخل للصمام أقل من أو مساوي للضغط المنظوم عليه يكون الصمام مفتوح يعني في حالة أنه الضغط الداخل هذا مننا الداخل أقل أو مساوي للضغط مثلا أنا معير على الخمسين بار هو شنو يست الضغط داخل المنظومة الرئيسية خلي نقول عشرين ثلاثين أربعين وصل خمسين ماك مشكلة هو ظلم مفتوح إيش وقت ينغلق؟ إيش وقت يتفعل وينغلق؟ عندما يكون الضغط الخارج من الصمام يعني هنا هنا عندي صار الزيادة بالضغط زارت عن الخمسين فعلا شي سوي يغلق فهذا شي تحسس لي يتحسس لي الداخل والخارج يتحسس لي الخارج ولهذا شوف هذا البايلوتلان وين مرسوم؟ مرسوم من الأوتليت إلى منتصف جسم الصمام عكس الصمامات السابقة لأنه نرسمها من الإنليت إلى المنتصف هنا رح نرسمها من الأوتليت إلى المنتصف لأنه رح يتحسس لي الخارج بنصطوانة المحرك يشقصر بهذا الضغط وصلت خمسين له بعد وصلت خمسين أغلق ما وصلت خمسين أخليه مفتوح حسب الأصول إذن هنا يقول في حال هاي كلش مهمة في حال كون الضغط داخل الصمام أقل أو مشاوي للضغط المنظم عليه أو المعير عليه الصمام يكون الصمام مفتوح وهو الوضع الطبيعي ويكون الضغط الخارج من الصمام هنا مساوي لهذا الضغط يعني هنا الضغطين متساويات أما في حالة كون الضغط داخل الصمام أكبر من الضغط المنظم عليه يغلق الصمام ويوجه الزيت يرجع أين؟ يرجع على الخزان فهذا الرسم يعني أرجو أن تفهموا أنه هو مفتوح بالوضع الطبيعي يتحسس الجزء الخارج ويكون بيه أيضا نابض وفي حال غلق وين يروح وين يود الزيت يرجع على الخزان هذا الرسم مالتي ترجمة نانسي قنقر